السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد على قناة عيد أكاديمي ونرحب بكل الناس المتابعين اللي هشوفوا الفيديو المهم دوت أو الناس اللي مش متابعين اللي ان شاء الله هيتابعوا القناة عشان توصلهم فيديوهات مهمة جدا ويفعلوا زر التنبيهات توصلهم الفيديوهات المهمة أول بأول الفيديو ده ان شاء الله يهم كل الناس اللي بتستخدم السناب شات وخصوصا لو كان شخص مشهور مثلا وحسابه عنده متابعين كتير او لو كان شخص عنده حساب السناب شات الخاص بالشركة بتاعته هنتكلم عن حاجتين مهمين جدا الحاجة الاولى ازاي نقدر اضيف شخص او اضيف شركة انها تخش تعملي نشر على حساب السناب بتاعي تخط عليه صور تخط عليه فيديوهات تخش تنشر عليه ان كلنا عارفين ان السناب شات ما ينفعش يتفتح على اكتر من جهاز فما ينفعش انك تروح تدي شخص مثلا تقوله خد الباسورد واليوزر نيم بتاع السناب شات بتاعي وخش انشر لي عليه لا فيه طريقة سهلة جدا احنا بنخش بنضيف اشخاص للحساب الـ public profile او الحساب العام بتاعك على السناب شات و بنضيف اشخاص تديرهم الصلاحية انهم يقدروا ينشروا على الحساب بتاعك بسهولة جدا الحاجة التانية ودي حاجة مهمة جدا ان انت هنفترض ان انت برضو عنده حساب السناب شات بتاعك الخاص بيك او الحساب السناب شات الخاص بالشركة بتاعتك وعاوز ان انت شخص تاني او الشركة تانية تخش تعملك إعلانات على حسابك أو لحسابك بتاع السناب شات لأن السياسات الأخيرة في السناب شات لإعلانات بيقولك لازم حسابك العام يكون ظاهر في الإعلان فوق لازم الإعلان يكون مربوط بحساب سناب شات معين فعشان شركة تانية تعمل لك من حسابها الخاص من حسابها الإعلاني تعمل لك إعلان لشركتك لموقعك لحسابك بغد النظر إيه هو الإعلان لازم إنه هو تقدر إنه تديره صلاحية إنه هو يخش يعمل لك إعلانات فالحاجة الأولية دي لها طريقة والحاجة التانية لها طريقة تانية مختلفة ما ينفعش الإثنين يتعاملوا من مكان واحد ده اللي حنشوفه في الفيديو إن شاء الله اللي حنشوفه في الفيديو ده إن شاء الله فخلونا نبدأ ونتوكل على الله بعد الفاصل حنبدأ نشوف إزاي إنه نعمل الحاجات دي بمنتهى السهولة أول حاجة هنشوفها دلوقتي اللي هي أول حاجة تكلمنا عليها إزاي إن أنا أقدر أضيف أشخاص أو شركة أو أي شخص إنه هو يدخل يضيف إسنابات وينشر على حسابي على السناب شات لما هنفتح حسابي لسناب شات أنا رأتي فتح حسابي لسناب شات على الموبايل بتاعي زي ما أنتو فتحين دي الصفحة الرئيسية بتاعته اللي هنعمل دلوقتي إن أنا هروح فوق وهضغط على الصورة بتاعتي أو اللوجو بتاع الحساب هيفتح لي الصفحة ديت وبالمناسبة ده حسابي على السناب شات تقدروا تتابعوني عليه أهلا بيكم ده اليوزر نين بتاعه آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ على ملف التعريفي سوف نذهب على الصفحة سنذهب على الثلاث نقطة ضغط عليهم سوف نذهب على قيمة سوف نذهب على إضافة أو حذف الأدوار وضغط عليها وضغط علي كلمة تخصيص دور جديد عندما نضغط عليها سوف نذهب على خانة سناب شات طبعا الشخص اللي هضيفه لازم هو كمان يكون عنده حساب على السناب شات عشان اقدر اوصل له وضيفه فانا هضغط هنا كده و هدخل مسلا على سبيل المثال انا عندي حساب تاني على السناب شات هضيفه هنا دلوقتي اسمه AddsAtom نرجع اسمه AddsAtom هيظهر لي هو الحساب مجرد مكتب اليوزرنين بتاعه هيظهر لي هنا بده من حساب موجود عادي جدا و هضغط عليه بعد ما هضغط عليه هيقول لي اختار انت عاوز تضيف الشخص دوت كمسئول او مشارك او مشارك في قصة او مشاهد الاحصائيات او مشارك في التصميم كل شخص من دول لي صلاحيات معينة لما هتقرد تعريف دوت هتفهمه بالظبط كل شخص المتاح لي مسئول بولك يستطيع المسئولون ادارة الملف التعريف العام لحسابك اللي هو مستشار تسويق رقمي واضافة او ازالة اي مقاطع من السناب خبه لك انه يقدر يضيف مقاطع او يحزف مقاطع من القصة العامة بتاحتك مش للمنشورات اللي انت بتنشرها للاصدقاء وادارة القصص المحفوظة وتعيين الادوار ومشاهدة الاحصائيات يعني ده شخص يقدر يعمل كل حاجه على حسابك على سناب شات ماشي ويقدر ان هو يضيف اشخاص اخرين لادارة الحساب لو شخص مشارك انت مش عاوز الشخص دوت مثل يقدر ان هو يضيف اشخاص اخرين على الحساب بتاعك فتقدر تختار الحاجه التاني اللي هو شخص مشارك يستطيع المشاركون مشاهدة لمحات واضافة وازالة اي مقاطع سناب شات مقاطع سناب من قصاتهم العامة يقدر ان هو يضيف او يحزف مقاطع من البابليك بروفايل والقصة العامة بتاعتك الى اخره في هنا بس هنا ايه دي اللي علق عليه عشان ما نطولش عليكم مشاهد الاحصائيات ايه اللي هينفعني لما اضيف شخص يقدر ان هو يشوف الاحصائيات بتاع الحساب بتاعي بس يعني يقدر يشوف عدد المشاهدات على التصوير الشاشة عدد المتابعين بتوعي دي ممكن مسلا يكون شخص مشهور عنده حساب قوي وحساب يقدر ان هو يعمل عليه اعلانات وياخد عليه فلوس اعلانات ديت فممكن يضيف اشخاص بصلاحية بس مشاهدة الاحصائيات عشان يخشوا حسابه ويشوفوا احصائيات الحساب عدد المتابعين والمشاهدات فيحسوا ان الاعداد كبيرة فممكن يتعاملوا معاه يعني لا فردا فانا الوقت اللي هعمل هو اضيف شخص مسئول هدغط على كلمة مسئول هيعلمنا عليها علامة صحة هيد وبين هدغط على اضافة دور كده خلاص الحساب اللي هو اسمه ادزة اتم دوت انضاف كما سقول على الحساب بتاعي طب تعالوا بقى نروح لادزة اتم نفسه ونشوف الحساب هيظهر عنده ازاي انا دلوقتي هعمل تسجيل خروج من الحساب دوت وحروح للحساب التاني دلوقتي انا روحت اعمل تسجيل دخول على الحساب التاني اللي انا ضفته كشخص مدير على حساب السناب شات بتاعي لما اضعط هنا نفس الحكاية على الحتة اللي فوق وحنزل تحت شوية كده ادي الحساب الاساسي بتاعي اللي هو بتاع الحساب دوت الخاص بيه اللي اسمه ادزاتهم وادي حساب تاني منضاف وهدي الحساب اللي انا اضفته دلوقتي اللي هو مستشار تسويق رقمي يقدر ان هو يدخل عليه ويشوف الاحصائيات بتاحته وكل حاجة ويقدر ان هو لما يجي ينشر يظهر له خيار ان هو ينشر على الحساب دوت الخاص بيه طيب دلوقتي بقى تعالوا نروح على الحاجة التانية اللي بنتكلم عليها وهي ان انا عاوز اضيف اشخاص ان هم يقدروا يعملوا لي اعلانات للحساب الخاص بيه وده ما ينفعش من هنا يعني الشخص اللي اضفته دلوقتي كادمن او مدير على الحساب السناب شات مش هيقدر ان هو يعمل اعلانات ففيه طريقة تانية مختلفة دلوقتي خالص حنشوفها عشان انا اقدر اضيف شخص او شركة انها تعمل لي اعلانات على السناب شات تعالوا نشوف ازاي عشان ان انا اقدر اضيف شركة تانية او مؤسسة تانية انها تخش تعمل لي اعلانات من عندهم او من حسابهم الاعلاني لازم ان الاول يكون عندي حساب او لازم انت يكون عندك حساب واعلانا اولا على السناب شات وانا كنت عامل فيديو قبل كده هحطركوا برضو الرابط بتاعه في النهاية وهحطركوا في الوصف رابط الفيديو دوت ازاي انت انت تنشئ حساب اعلاني على السناب شات وان انت تضيف ال public profile بتاعك او الحساب العام على الحساب الاعلاني دوت وكل حساب اعلاني او انشاء حساب اعلاني بيزنس على السناب شات ماينفعش ينضاف فيه اكتر من public profile واحد بس غير كده لو عاوز يعمل اعلانات لناس اخرين لازم الناس دوت يدولوا شير على الحساب بتاعهم وده اللي احنا هنعمله دلوقتي انا عندي حساب محمد عيد انا دلوقتي عاوز اعمل مشاركة لشركة تانية انها تقدر تعملي اعلانات ويبقى الاعلانات دي مربوطة بالحساب بتاعي بتاع محمد عيد اللي هنعمله دلوقتي انه هنضغط على القيمة اللي فوق هنا وهنختار تفاصيل النشاط التجاري لما هتفتح معايا الصفحة ديت هروح هنا على كلمة مشتركة او شير وحضرت على كلمة ابدأ المشاركة هيفتح لي صفحة زي ما انتم شايفين كده مكتوب لإيه اللي انت عاوز تشاركه نوع الاصل الملف التعريفي انا هسيبه زي ما هو عن ملف التعريفي اقول لك ايه هو الملف التعريفي اللي انت عاوز تشاركه انا هختار الحساب بتاعي هو تمستشار تسبيق رقمي محمد عيد وهنا هيقول لي بقى دخل لي حاجة اسمها معرف المنظمة ده رقم هيبعته لك الشركة او الشخص اللي انت هتتعامل معاه وحددخله هنا طب ازاي هنفترض ان انت الطرف الاخر دلوقتي وانت الشركة او الشخص دوت ازاي ان انا اوصل الرقم ده انا هروح دلوقتي للطرف التاني الشركة اللي انا عاوز تشارك معاها ماشي اللي اسمها ادز اتم تمام لو رحنا على البيزنس ديتيل او تفاصيل البيزنس دوت هي هنا بالانجليزي زهرة بالانجليزي هنلاقي حاجه هنا اسمها الارجنيزيزيشن اي دي ماشي الرقم دوت هو ده الرقم المعرف بتاع المؤسسة لو هنسخ الرقم ده من هنا كده او لو هطلع فوق على ال URL هتلاقي ان هو برضو مكتوب في الرابط اللي فوق هنا ممكن اخده انسخه من هنا او من تحت بس التحت دايما بيعلق معايا فانا هاخده من هنا كده هو الرقم دوت بالزبط اهو هتلاقي ان الرقم دوت هو نفس الرقم اللي موجود تحت هعلم عليه واخده كوبي دلوقتي الطرف التاني انا دلوقتي الشركة وحبعته للشخص اللي انا هعمله اعلانات هنرجع عليه تاني دلوقتي وهروح مدخل الرقم هنا فالشخص هياخد مني الرقم وهروح مدخله هنا كده ده رقم المنظمة وهضغط على كلمة مشاركة وهضغط على كلمة تأكيد خلاص دلوقتي لو رحنا بقى للشركة اللي هتعلن لي معلش هنا بقى الحساب اللي انجليزي لو رحنا هنا ضغطنا على القيمة وروحنا على البوبليج بروفايلز او الحسابات العامة هنلاقي دلوقتي قدي الحساب الاساسي بتاع الشركة هيت ادزقتهم وحنلاقي دلوقتي انه عندهم حساب اخر اللي هو الحساب بتاع محمد عيد مستشار تصويق رقمي ماشي معمله شير معاهم دلوقتي الشركة ديت لما تحب تعمل اعلانات لي هتظهر وحترفق معاها الملف بتاعي عادي جدا وتقدر ان هي تعمل اعلانات للحساب بتاعي او للشركة بتاعتي في نهاية الفيديو ان شاء الله تمنى يكون الشرح واضح واصلت لكم المعلومة بسهولة ان شاء الله ولو في اي حاجة مش واضحة او عندكم اي سؤال بخصوص اللي شرحناه في الفيديو ده باذن الله او اي سؤال بخصوص الاعلانات على السناب شات او التصويق الرقمي اكتبوا لي في التعليقات وباذن الله هنرد على كل تعليقاتكو في اقرب وقت والناس المهتمة بالاعلانات السناب شات بالذات ان شاء الله في دورة احترافية هنطلعها قريب على موقع يوضمي هكون دورة مسجلة وبشهادة من موقع يوضمي وهنحط لكل الناس اللي هيشتركوا في الدورة ديت ويتابعوا الفيديو ده خصم 80% على الدورة هحطو لكم الرابط الخاص بالتسجيل المبكر في الدورة في التعليقات ان شاء الله مجرد ما هتدوس على الرابط هتروح وهتسجل البريد الالكتروني بتاعك وحيجيلك رسالة عليه واول ما هتطلع الدورة ان شاء الله ونخلصها ونتخلص الشرح بتاعها وتترفع على الموقع حيوصلك رسالة على البريد الالكتروني وفيها كود خصم 80% من قيمة الدورة ان شاء الله وحاجة اخيرة لو لسه ما عملتوش اشتراك في القناة اشتركوا في القناة دلوقتي عشان توصلكوا كل المعلومات المهمة اللي بنتكلم عنها وفعلوا زر التنبيهات وشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وان شاء الله تستفيدوا من القناة بتاعتي واتمنى ان اقدم لكم دايما كل حاجة مفيدة ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله كان معاكم محمد عيد من عيد اكاديمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته